مجموعة سوداتيل وعشرين من الشهر الجاري على أيام علاجية وعمليات جراحية وبرامج تثقيفية حيث تقطي القافلة محليات الولاية المختلفة بحمد الله تتوالى شراكتنا الذكية مع شركة سوداتيل المسؤولية المجتمعية ونحن نقدم القافلة الثالثة إن شاء الله قافلة ولاية الشمال كردفان غافلة طب الأسنان المتكاملة للكشف المبكر عن سلطان الفم وخدمات الأسنان والتزغيف الصحي عن مضار صحة الفم والأسنان وزير الدولة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي إبراهيم آدم إبراهيم عدد المساهمات الكبيرة لسوداتيل في برامج المسؤولية المجتمعية وأكدا أنها صارت نموذجا يحتذى في اهتمام مؤسسات المجتمع المدني بهموم وقضايا المجتمع نحن من حي شركة سوداتيل على العمل الكبير جدا في إطار المسؤولية الاجتماعية وهي كانت راعي لآخر مؤتمر من الرعي الرئيسي لمؤتمر المسؤولية الاجتماعية وأيضا من حي منظمة بسمة على العمل الكبير جدا الآن هو ماشي مبيعه لولاية شمال كوردوفان ويمكن زي عرفت أنه مشوا بورسودان وقاموا بعمل كبير جدا نحن منحيكم في اتجاه السرطان الفم ونفسك الدعم الكبير جدا نحن نتعاوم معاكم أقصى ما يمكن نتعاوم معاكم منظمة بسمة في إطار عملكم من جانب جدد رئيس التنفيذي لمجموعة سودة تيل مجمواندس طارق حمزة التأكيد على دعم ورعاية سودة تيل الكاملة لكافة الأنشطة والبرامج التي يمتد أثرها المباشر للمواطن وذلك انطلاقا من رسالتها نحو المجتمع معددا مساهمات السودة تيل في إطار جهود المجتمع لإصحاح البيئة وتلافي آثار السيول والأمطار سودة تيل ما هي إلا جزء في هذا الوطن وما هي إلا ملحم ملاحم هذا الوطن العملاق ستظل دائما سند أخي الوزير في العمل الاجتماعي ستظل سند الاقتصاد السوداني ستظل سند الإنسان السوداني وستظل مفخرة الإنسان هذا البلد في أنه أبناء وبنات سودة تيل هم الذين صنعوا هذه الشركة العملاغة هم الذين أخرجوها من المحلية إلى الإغليمية وتعتبر هذه القافلة الثالثة من نوعها لجمعية بسمة لرعاية مرضى سرطان الفم وقد سبق للجمعية أن سيرت قافلتين لولايتي البحر الأحمر والشمالية وذلك في إطار جهود المنظمة للتوعية بمخاطر أمراض الفم والعادات الضرة والتي تؤثر على صحة الفم وقد كانت في رعاية سودة تيل لأنشطة الجمعية الأثر الكبير في إنجاح جميع هذه القوافل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر